شوف أنا نقول لك أنه بداية اختراق الحراك بداية في الجمعة التاسعة واختراق مدبر بشكل كبير جداً وبينت أنه فيه توجهات كثيرة لدى الرأي العام الجزائري لسنا كلنا على قلبي رجل واحد يعني مناش كلنا 43 مليون عندنا نبض واحد أنت أعتبر أن الحراك شعبي قد انحرف على المصاري؟ لا لم ينحرف لا الحمد والشكر والنعمة لله أنا مراقب جيد وأسجل كل الشعارات وأدون مدونة هي الآن أكثر من 600 صفحة سجلت الصغيرة والكبيرة إما عن طريق مقالات أو عن طريق صور محلياً وعالمياً بجميع اللغات التي أحسن القراءة بها على الأقل طبعاً الافتراق أو بداية الاختراق بدأ مع السجن الربراب هذه مش تكون في الصورة أنا مؤرخ والسجن الربراب قد أحدث هزة كبيرة جداً في منطقة بعينها بالرغم أن الربراب عنده أنصار حتى في العاصمة وفي فرنسا لذلك أعتقد أنه محاولة نصرة شخص على حساب قضايا وطن وبحجم قارة في القراءة الافريقية هذا يعتبر فساد في التصور لأننا فعلاً رنخاوة ولكن قضيتنا الأولى والأخيرة هو القضاء على ما بقي من العصابة تعتبر أن السجن الربراب كان هو المنعرش؟ كان بداية المنعرش معنى ذلك أنه كان امتحان كبير جداً لكثير من العنصريين ولكثير من الجهويين الذين التعصبوا لربراب ولم يتعصبوا للجزائر نقطة نظام المؤسسة العسكرية صنعة الجدل في الجزائر وخارج الجزائر خاصة بنقطة المتعار لقابي حمل أو رفع راية غير الراية الوطنية ولا شوف أنا حبيت أنفهمك في حاجة أنا كتمت على الراية منذ التأسيس ومنذ النشأة أنا لدينا راية واحدة بشملك نبوش على ربي عز وجل أنا واحد من الذين تتبعوا كل ما كتب حول تأسيس الراية الجزائرية وأول راية تمثل رموز أو الألوان الموجودة الآن في الراية الوطنية المتفق عليها في 63 بعد المجلس التأسيسي بدأت تسمعها جيداً وأنا مذابية 43 مليونة يسمع هذا الكلام لأنه فيه تظوير كبير جداً الراية الوطنية كانت من تأسيس أخت المناظر المحمد قنانش يسمعها جيداً محمد قنانش لأنه كثير من الكذبين من التروتسكيين الذين يناصرون مثالي الحج كذباً يقولوا باللي مرت السيدة زوجة مثالي الحج هي التي من أخاطط أول درابو جزائري في الربع وثلاثين هذه كذبة كبيرة كذبة كبيرة جداً وكم في الجزائر من أكاذيم وكم في الجزائر من خرافات وأساطير يتكلم عنها من نحسبهم مؤرخون من أصحاب الكعب العالي تذكر جيداً أن أول من أسس الراية الأبيض والأخضر هي أخت جنانش الذي دفناه ذات يوم في غربته بمدرين واحد وهو من الشخصيات المناظر الكبيرة مثل أمسان وميش فرنسا اللي دارتنا الدرابو بالمناسبة بش تكون في الصورة اثنين هذا الدرابو رفع في الربع وثلاثين ثم بعد ذلك سجي فيها أنا هذا الكلام سجلته في كتبي شهادة سجلته مع صديقي كواتي مسعود مع أقنانش قلت له متى بدأت تظهر هذه الراية بعد فرنسا في الجزائر قال هذه الراية ظهرت لي ثاني مرة في التاريخ بعد موت أرزقي كحال من بني على قبيلي لكنه قبيل مو من يحب الوطن وهذه القرى الجزائرية في القرى الإفريقية حملوه وسجاوه في دار المناظر الكبير ببالكور أحمد بودا الذي مات ساجدا مات ساجدا ولم يمت مخمورا بالويسكي ثم حملوه من دار أحمد بودا المناظر الكبير إلى جانزات وبني على وهناك دفنة في مشهد لم تعرفوا الجزائر أبدا الآن بعد ربعة وثلاثين وبعد أرزقي كحال الممثل الوحيد لحزب الشعب بعد نفي ميصال الحاج سيظهر أو ستتكون لجنة راقية ومتميزة من مصطفى وهو قبائلي كذلك وإن قبائلي وعربي وشاوي ومزعبي وأنا خاطيني هذه الأشياء في الحقيقة ولكن ورطونا في تصطيح التاريخ وتصطيح هذا المجتمع الراقي المتميز ولتخلاص ولتكارفة ولتمأسات إذن شوف دكتور مستفاي رب يرحمه وهذا معروف شي تمتسع وكان ممثل جبت التحرير في المغرب وكان معاه واحد لم يلقى الكرامة من أهله هو الأستاذ الشاذري المكي يسمعها جيدا هذه للمرة الثانية نقولها وهو الشخص الوحيد الذي دخل مؤتمر باندونغ بعيدا عن كذب الكذابين لا أيت أحمد ولا محمد يزيد دخل وقعت المؤتمر خذها مني كمؤرخ لأن الكذب رأكثر وكلما ترددت الكذبة كما يقول جوبيلز صدقها حتى صانعوها ثم بعد ذلك الشخص الثالث يقول له عمراني من عنابة كان وزير لفترة قصيرة جدا في حكومة من حكومة جزائر والمكان الذي صنع فيه هذا الدرابو اللي هو الدرابو الحالي تعد زاير هو في لوباك أصبع في محل للشاعر الجزائر الكبير صحب قسما وما أدرك ما قسما مفدي زكريا وكان أول ظهور بهذا الشكل هذا الحالي اللي هو الأبيض والأخضر والنجمة والهلال وعندها معاني راقية لا أنا ماذا بي نقوله لك بس ما يكذبوش علينا الأخضر شوف هي الأنشودة الراقية اللي غناها فريد الأطرش وأنا بالمناسبة لا أقوله بحلية سماع الغناء نقول لك تونس الخضراء الجزائر البيضاء ومراكش الحمراء هذا كعلمت على المغرب العربي يا الشيخ وهو الآن اضربوا عشر مليون من شهداء الجزائر إذن شدي المكي عمراني ومصطفاي هم الذين أسسوا وكونوا بعدما جلبوا معهم كل الرايات من عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى العهد العثماني إلى راية أحمد باي إلى راية الأمير عبدالقادر حتى رايات الزوايا التي يتشدق بها الناس وإذن كان له أول ظهور في 1 ماي 45 في شارع العربي بن مهيدي وكان أول شهيد اسمع جيدا هو بالحفاف وليه دخت بن يوسف بن خده أنت شفت بلد الحراكة ما تولد ولا لا وشفت بللي فيه ثورت في أكتر في 1 ماي 45 يموت لولد أخته شكل يقتلوا وما جاءت لس تلتع وموجودة إلى اليوم في الوتان هذا ما يقولوا ساكنين فيه الجنون عافينا الله وإياكم ضربة إن دام الكارابين من البالكون من تاع شارع العربي بن مهيدي اللي هو هذا في الفاتح مية هذا في الفاتح مية 45 مساء فاتح مية 45 ثلاثة أو سبت مساء واحد مية 45 أما الشهيد الثاني هو سطيفي بوزيد سعال والشهيد الثالث اللي يحمل للراية من قالماء اللي هو سي عبدال هذا أنت عكسة حملاء سيدة حملاء ما ليس سنوصل الحديث لك وهذه الرأية هذه مش تكون في الصورة موجودة في الستين في تزيوزو في بجاية في تبسة في قلمة في عنابة في تيندوف في أقصى الدنيا في أقصى نقطة ترى من توفي في أشهيد في هذه كده وكانوا النساء اسمحهم ليه النساء يخبوه في عبونهم لقداسة هذه الرأية وأنا نقول لك في ألفين وتسعة يوم شتمنا إخواننا الذي نجاروا علينا كما قال الإمام علي إخواننا نجاروا علينا يقول لي وزير كبير جدا لا أذكر هذه الدولة يقول لي وعلاش على جال شليقة بينكم وبين إخوانكم تدوسوا وقلت له لا إذا كانت تعتبر درب وتعب لديك شليقة أحنا الشليقة هذي متواليها عشر من الأهل أنه بعض الدول لا تجرم إهانة أو تدوس أي العالم الوطن شوف روح لفرنسا وأرفع أرفع راية تعال بوادلوب أرفع راية تعال بوادلوب وش يديره لك